اشتركوا في القناة 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 اليوم إدارة الضرائب تراجعت على هذه المسألة هترجع الفلوس ماشي هترجعها مادياً وإنما رجعت لي فلوسهم بالتالي اللي مشاء وهيصرح في الضرائب باشي هترجي الضرائب مدياً سنة الفين واثنين وعشرين هاي قطعتوا لي ذلك المبلغ اللي حيدوني في الفين وعشرين هذا كان مبلغ كما قلت أنا كانت عملية نصب هذا كان خطأ كبير وانا قلت هو كانت تحمل مسؤولية ديالي كان خطأ كبير بلتالي يوم دمرة ما يمكرش أنكم تقسعوا اليوم هذا كانت طرف ديال الفلوس في ذلك الوقت لأنه متعمر مكتاة ودرائب أطار رجعي الثاني حاجاتك تغطية صحية ما يستفد من السيطة الفين واثنين وعشرين وعشرين ويخلص الواجب التكميل عليها وبالتالي احنا ندخلوا في هذا الموضوع هذا موضوع ليو الشيء موضوع كبير هذرنا فيه بما يكفي اه في الصنات في الصيص ومحب دول الله يحتفل وراشات هنا الإخوان تكلموا عليه بالنسبة الرمادان باقي نحنا نقلنا اليوم ندبا ندبا هذا الموضوع عادة نبعاهم في الدبا حاليا المسلمين الموحدة حنا تكن تبنوا ولكن نحنا باقي نطلع الحوار باقي نهضروا على النسبة المئوية اللي حاطين النسبة كبيرة ستنقص واحد شوية ندبا نخلونا الموضوع بشا كما كنقولوا السفينة تنشي ما نوقفوه اش دبا لنبثلين البوادير شحال هذه ما كانت لامين الساق فاش كي سرحوا الناس ما كانت لاشي حاجة نهائيا كان كي يقول لك شي حويش ليخ ما يا خيال علش كان عنده ارتيباك هو مسافي المسامخ سننزلوها ولكن دبا حاليا الحمد لله كان امور صراحة تبشر الخير نحنا هنمشو بانتلناشي حاجة غير مشي هذه نحنا ما نفوتوش الدجار ما نفوتوش المهنين رمضان كتي سؤال تاني تنرمضان والسلاع ما تنفرون ما تنفرون هذا سؤال دي لك سنباك خصوصا ما يعيش شوف المغرب الحمد لله كي يزخر مؤهرة طبيعية ما كي خلي دائما السلاع في موجودة و لكن اشكال الاختقار والمضاربة في السلاع منك السعوداء ايما انكي جارى مادان بعض السلاع كتغفر من السوق بعض السلاع ما كتكونش وبالتالي كتكون امور اللي يجب أن يكون هناك إرتباع في السوق من ناحية هذا السلاع الحمد لله هذا السلاع كانت أطمئنًا ماذا سلاع؟ هذا السلاع متوفرة ولكن غالية كانت زيادة سائر وخيف الأسعار ولكن السلاع كانت تموين كين ليس أطمئنًا هذا السلاع نبك فيها بركان كانت تبدير هذا المجلس الوطني في بركان مرة أخرى كانت تقوم باقي معنا والله العد من أن تصدتنا هذا الموضوع تمواله أسفي صامت دابت قريباً لسانتين لم يكن لدينا أي أعمال كبيرة تمواله هذا الشيء يدار في أسفي إن شاء الله وجبنا أن المجلس الوطني يدار في أسفي وباقي عندي الحويجة يأتني أسفي نحن نحب أن نقوم بأسفي ولمكتم مركزي في أسفي وبذل المناسبة نشكره جميع الإخوان لحضروا من جميع ربوع المملكة لا من الشمال ولا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب اللي شرفونا والحضور دينهم شرفوا لنا واليوم قدتوا المشهد دين هذه الدورة الثانية دين المجلس الوطني لا كمن ولا كيفاً يعني كان اشتغال على مستوى الوراشات كان نقاش لي ونقاش صحي وجدي حيضنا الطابوات أدوينا في كل شيء أدوي على قانون الأساسي بجميع الأمور دياله اللي عندو شي حاجة قالها اليوم كنتشكرهم من هذا المنبر كنتشكره اللجنة النظيمية اللي وقفت على تسيير هذا الحفل هذا الكبير في مدينة أسفي كل شكر والتقدير لهم كنتشكره جميع الداعمين سواء شركات أو مؤسسات على الدعم والمساندة والطيقة ديالهم الاتحاد العنقص الميهنيين بالمغرب كنتشكره رئيس مجلس الوطني للصهر دياله على كل صغيرة وكبيرة احتاق داز هذا المجلس الوطني في أحسن الظروف وجميع إخوان ديال أعطاء المكتب التنفيذي وفي الأخير كنتشكركم أنتم كصحافة محلية وإقليم وطنية اللي حضرات معانا اليوم واغتات هذا الحادث هذا وكنتشكركم كل من سيندنا لا من قريب ولا من بعيد سواء حتى بالكلمة الطيبة أو بالسيئة وتحييركم جميعا وشكرا مرسوا جواء المؤتمر الوطني دورة ثانية دورة ثانية تحتشعر الاتحاد العام التجار والمهنيين داعم أساسي للنموذج التنموي الجديد دعما لروح الفاقيد الحسين الكيطاري مرة الأجواء الحمد لله هادية استضفنا الإخوان اللي جوا من كل فجين عميق من المدن بعيدة ونظمنا الدورات اللي 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 خاضوا فيها بالمعلومات الجيدة ومقيمة ورفعوا توصية للمجلس الوطني والمجلس الوطني بدوروا كيرفحل مكتب تنفيدي والمكتب تنفيدي كي يخدموا ويشتغل عليها لنا باش نجودوا لعمل الجمعوي دينا وفي الأخير كنشكروا المنابر الإعلامية كاملة والإخوان كامل اللي سندونا اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة